نبدأ بأول سالفة لهذا اليوم وهي ما صرح به المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن الشرطة قد تمكنت من ضبط مواطنة بالعقد الخامس من العمر إذ قامت بخطف طفلين حديثين الولادة من داخل أحد المستشفيات منذ قرابة 20 سنة وتم الكشف عن ذلك بعد أن تقدمت لاستخراج هويات وطنية لمواطنين إذنين ادعت بأنهما لقيطين عثرت عليهما في ذلك الوقت وقد تم الاشتباه بالمعلومات التي تقدمت بها ليقودها ذلك للاعتقال والتحقيق معه طبعا يعني فيه إنجاز فيه كشف حقيقة الناس دائما تشوف أن مع المواطن يمكن عنده نظرة ثانية لبعض الأمور هذه القصة عبارة عن الغاز كثيرة وأنا أتمنى من الشرطة أن يكون في بيانة الحاقية حتى نفهم ما الذي سيحدث لأنه هل في بلاغ من 20 سنة على سرقة الطفلين وخلال 20 سنة إحنا ما لقيناهم خصوصا في منطقة يمكن كان سهل أنك تعرف إيش اللي صاير هل الكشف جاء صدفة؟ طيب كيف اشتبهوا فيهم؟ هل سألوه بعدين قالت لقيطين؟ هل قالت أولادي في البداية؟ كيف تم الوصول لأباء الطفلين اللي هم كبارة الآن واحد عمروا 24 وواحد عمروا 21 يعني رجال صاروا كبار هل هذول الناس كيف ممكن يعيشون؟ يعني طبعا لازم يكون في علاج نفسي هل أباءهم قابلين أن يكونوا موجودين معهم؟ هل أباءهم كانوا يبحثون عنهم أصلا؟ سمعت أن واحد من الأباء راح يكون ابنوا هذا رقم 19 في حال لو جاء ودخل معهم في العدد أنا حاول وفريق إن شاء الله أن نغوص في تفاصيل هذا الموضوع الموضوع اجتماعي مهم وغريب شوي إن شاء الله في الأيام المقبلة إذا حصلنا على معلومات تفيد أكيد ما راح نبخل فيها من أجل بس لأننا مادة صحفية غريبة يعني فيها يعني أي صحفي لازم يكون عنده فضول لمعرفة تفاصيل وبداية الأمر وكيف والسنوات هذه ليش العشرين هذه وين كانت وكيف صارت كان في بحث دائم أسألة كثير تنطرح